النهاردة يا سادة يا كرام بنتكلم على البنت اللي طالع المامتها بنتكلم على الست اللي ماشي بدماغ مامتها اكفل قدر على فمها تطلع البنت لامها هل المثل ده الشعبي التراثي معرفش جاي منين هل فعلا المثل ده حقيقي؟ يعني لازم كل بنت تبقى طبعها وشكلها وكل حاجة طالع المامتها؟ ولا لا؟ طيب المشاكل اللي بنشوفها في حياتنا اللي بناء عليه عملنا الحلقة النهاردة حالات الطلاق الكتيرة حالات الانفصال العجيبة بيبقوا اتنين بيحبوا بعض جدا متفاهمين جدا الحياة سكر وعسل وقشطة بكريمة وبعدين فجأة اول ما يبتدي بقى الحياة المي هناخل الشهر العسل الحياة اللطيفة بقى خاصة ننزل نشتغل ونشوف الاكل بقى والبيت والحياة العادية بعدين فجأة الام قالو من اول قالو قوليلي بقى هتعملي ايه قوليلي بيكلمك ازاي هندخل بقى في الحياة دي هنعرف لان فيه ستات بتبقى هي مظلومة بس للأسف دي ما مت هي رميالها ودنها وبتخاف منها تخاف على زعلها تخاف ان هي تبقى ستة كبيرة وتتعب وتعيا حاجات كتير قوي ازاي ازاي الام بخوفها الزايد على بنتها بان هي عايزة ان هي لا البنتي ما عندهاش خبرة في الحياة انا عندي خبرة وانا فاهمة اكتر وانا عارفة اكتر ازاي بالشخصية دي بتدمر وبتنهي حياة بنتها واحيانا بتنهيها طول الوقت مش بقى سنة سنتين لا ده مدى الحياة وفي الاخر بتندم بس بعد فوات القوان بكون بنتها يعني عايشة مأساة عايشة صدمة بتتعالج من الاكتئاب انفصلت عن جزها وممكن يكون ولادها سابوها حاجات كتير قوي ومشاكل كتير قوي بتجينا على صفحة البرنامج مشاهدينا خليني ارحب بالاستاذ ايمان فتيحة لايف كوتش والمعالج الصدمات استاذ ايمان ازاي حضرتك اهلا انا سهلا ازايك استاذ ايمان يمكن احنا اوف اير وقلت يعني ايه معالج الصدمات يعني انا باجي بصدمتي جاهزة ولا انت اللي بتقول انت عندك صدمة طيب هو وارد جدا اي حد في حياته يمر بصدمات يعني اي ان كان بقى ده حصل في الطفولة حصل في مرحلة الماء انفصال فراء الاشكالية لما بنتصدم ما بنعرفش نكمل حياتنا قبل الصدمة يعني كنا ماشيين بسيكوانس معين بطريقة معينة في حياتنا لما بنتصدم يعني زي ما بنسمع مثلا يقولك هي كانت اجتماعية جدا بس بعد وفاة والدتها بدأت مثلا تنطوي الشخص ده كان مسئول جدا بس بعد ما انفصل عن زوجته مثلا بدأ سلوكه يتغير وحياته تتغير فالصدمة بتغيرنا فاحيانا في بعض الناس الصدمات ما بيعرفوش يستوعبوها ما بيعرفوش يتحملوها فلازم الصدمة دي تتحرر علشان يرجع نورمال تاني ويعرف يستفيد منها ويتخلي حياته احسن بس لو ده ما حصلش للأسف الصدمة بتفضل مأثرة في قراراته وفي حياته ويفضل من مشكلة لمشكلة طبعا اشتركوا في القناة